عندي هذه الصورة وبأضيف عليها عمق ميداني صناعي عن طريق اللي هو الفوتوشوب أول هي أروح على قائمة اللي هو فلتر وأنزل تحت إليه كلمة بلور غالري وبعدين أروح على اللي هو فيلد بلور فتطلع لي هذه النافذة وفي عندي هذه النقطة حقا له البلور هذه النقطة الأولى راح أضغطها أسحب أخليها باعتبار أنها في خلف الموضوع اللي هو الأساسي وأقوم أضيف القيمة طبعا عندي الافتراضي اللي هو خمس طاعت لكن أنا راح أخليها مثلا اللي هو خمس وعشرين وراح أضيف نقطة ثانية على الموضوع الأساسي اللي هو هذه وأخلي القيمة فيها صفر على أساس أنه ما يكون اللي هو مغبش أو اللي هو معزول فالقيمة عندي أنا حين خمس طاعت راح أخليها صفر وبعدين أروح أضيف نقطة ثالثة باعتبار أنها مقدمة الصورة وراح أزيد القيمة فيها مثلا إلى اللي هو خمس وعشرين فألاحظ أنه صار فيه عندي العمق الميداني أقل من اللي هو الواقعي هذه قبل وهذه بعد